كان للعديد من العائلات الأفغانية دخل ثابت ومستقر لكن الأوضاع السياسية دفعت بهم إلى اليأس وبعد استلاء طالبان على السلطة في أغسطس قطع العالم التمويل عن الحكومة والعديد من مشاريع التنمية وتم سحب الوساط من تحت أقدام الكثير من الطبقة الوسطى التي كانت وظائفها تعتمد على الأموال الخارجية تجمع مئة الرجال والنساء في صالة للألعاب الرياضية للحصول على تمويل نقدي عنه يسد رمق جوعهم نحتاج للمساعدة حقا نحتاج لمن ينجدنا من براثن الفقر نحن ندفع دائما الثمن ولا نريد سوى العيش بسلام في العام الماضي قدم برنامج الغذاء العالمي المساعدة لتسعة ملايين شخص ارتفع العدد هذا العام إلى ما يقرب من أربعة عشر مليون وفي العام المقبل تهدف الوكالة إلى توفير الدعم الأكثر من ثلاثة وعشرين مليون شخص ما يتطلب مائتين وعشرين مليون دولار شهريا للقيام بذلك نوزع المساعدات على فترتين أولا قمنا بتوزيع المواد الغذائية والآن نقوم بتوزيع النقود تلقت كل أسرة حوالي ستة وسبعين دولارا تقوم الولايات المتحدة والمانحون الدوليون الآخرون بتحويل الأموال إلى أفغانستان من أجل المساعدات الإنسانية من خلال وكالات الأمم المتحدة لضمان عدم وصول الأموال إلى خزائن حكومات طالبان كما يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية واليونساف على دفع رواتب الأطباء والممرضات مباشرة في جميع أنحاء البلاد لمنع قطاع الصحة من الانهيار ترجمة نانسي قنقر